أسباب كثيرة تدفع السنة في العراق للتصويت بلا أمل في الانتخابات البرلمانية وغالبيتهم يبدون فتوراً شديداً إزاء المشاركة فيها هذا ما سلطت عليه الضوء وكالة رويترز في تقرير نشر لها مؤخراً الوكالة بيّنت أن الفتور يرجع لغياب الرهانات المحددة والآفاق الواضحة لتغيير أوضاعهم التي ازدادت سوءاً بفعل ما خلفته الحرب ضد تنظيم الدولة من دمار هائل في مناطقهم وما أورثتهم إياه من مشاكل كثيرة اقتصادية وأمنية واجتماعية يصعب الخلاص من تبعاتها في أمد قريب رويترز أضافت في تقريرها أن غياب الرهانات يتعمق مع عدام رغبة الغالبية العظمى من الناخبين المفترضين في التصويت لأي من المرشحين الذين يتقدمون للانتخابات تحت عنوان تمثيل السنة بينما الجمهور العريض من أبناء هذه الطائفة أصبح فاقداً للثقة بجميع القادة السياسيين الذين شاركوا في العملية السياسية الجارية بالبلد منذ سنة 2003 وكانوا حسب وصف وكالة رويترز بمثابة ديكور لتزيين حكم الأحزاب الشيعية ومضت الوكالة بالقول أن حوالي مليونين وثلاثمائة ألف نازح من المناطق السنية ما زالوا يعيشون بعيداً عن بيوتهم بينما يقبع آخرون في السجون أو دون عمل في مدن شبه مدمرة وكلهم موضع شبهات بأن لهم صلاة بالمتشددين وهؤلاء حسب الوكالة يعتزمون المشاركة في التصويت بالانتخابات يوم السبت القادم رغم أنه لا أحد منهم تقريباً يعتقد أن الانتخابات ستسفر عن تحسين أوضاعهم كذلك أوضحت رويترز أن السنة يشكون منذ فترة طويلة من تفشي التمييز على أيدي الحكومات وقوات الأمن بقيادة الأحزاب الشيعية التي تتصدر المشهد السياسي منذ عام 2003 ترجمة نانسي قنقر